كلها نرد ان هو عاب لك كهرباء ان هو رقم ثلاثة ما انا بقول لك احنا احنا بنقول من وجهة نظرنا هو شاف حاجة دي برضه حقه لكن احنا بنتكلم عشان نفسر للناس هل كهرباء ده مش ده اللي كان هو اللي كان الناس كلها بتتكلم عليه وكان الطب وكهرباء كهرباء كهرباء هو الهداف كل ماتش يجيب جون او كل 3 ماتشات يجيب جون يعني كان ايه من اللي يسأل عن الموقف اللي كهرباء تحط فيه اللعب ولا المدير الفان ايه الموقف اللي هو بتاع الفرح برضه الابتعاد انا بتكلم كورة ميش دخل الفرح لا مهروس هالكهرباء لما قعد انا بتكلم على حيث الابتعاد ما احنا نفسرها زي هالكهرباء قبل ما يقعد كان ماشي بشكل سيء لا طب واحد يقول لك ايه ممكن يكون الناحية التهديفية بيعدت شوية او الفرص الضيعة زادت شوية عادي لازم تعرف ان الفرود اللي بيروح كتير ويضيع هيجيب اهداف واهم حاجة انه بيلعب على المرمى كتير تحرقاته مفيدة ممكن يكون عدم توفيه لكن نتيجة طيب الاهداف يعني انت بتضيع اهداف لكن ما بيجيبش لا بيجيب اهداف برضه بالضغط التعب بشكل كويس طيب هل بقى مودست لما لعب هو كان افضل من كهرباء لا في التحرقات تمام ولا في السرعات ولا في السرعات ولا في الضغط ولا في كمية الفرص اللي بيضايحها كهرباء يعني مودست ما بيروحش على المرمى ما بيضايعش اوه قد كهرباء طب الناس بقى اللي تفسر اللي هي بتاعت مدير الفني انا عايز تفسيرك مدير الفني يعني هو السبب ان نخلي كهرباء يبعد طبعا طبعا لانه هو الاحق انه يلعب انت فاهمني هو الاحق هل الكهرباء اداله فرصة؟ من ناحية ما اداله فرصة انه هو يبعده؟ ايه الفرصة؟ ما فيش فرصة؟ اه فرح اخته لا ما بص هنيجي بقى هنا الموضوع كبير يعني ايه دلوقتي لا ما هتكلم في عادي هقولك على حاجة احنا دلوقتي لما خليت بيبو صرح قالك الموضوع فني انا بصراحة شكيت ان الموضوع فني طيب لما جي بقى كولر قالك الموضوع برضو فني بحت وكهرباء معانا وكهرباء لما يتمرن ويتق تمام؟ لا انك تبعد كهرباء بقى ماتش البلدية ده كان طبيعي لان انت راجع من السفر بلعبتك كده كده هتحط نفس الناس فما عنديش مشكلة لكن كهرباء رجع والتزم طبيعي ان انت كنت تحطه في مباراة النهاردة صح؟ اولا المباراة مش صعبة عليك انت كده كده وصلت كان ممكن تدي فرصة الكهرباء انه هو يبقى موجود يجيب ممكن يجيب هدف يحط رجله تاني في المرعب حط رجله تاني في المرعب انت ما عملتاش يبقى الموضوع فني اشك في حاجة اشك الناس هيقولك اوه انت عايز بقى مش طب ما الرجل قالك الموضوع فى انا وانت يا ابراهيم هنطلع مش هنقول حاجة وحشة طبيعي انا لازم احميك وانت لازم تحميني والنادي ده طبيعي لكن احنا بلغة الكرة بنبقى فاهمين حاجة تانية فبنقولها بنوضحها انا شاكك انه موضوع كهرباء مش موضوع فني موضوع انه هو مثلا ممكن يكون استأذن وفيه موضش مهم ممكن كان فيه رفض مثلا ميستر كولر وفي الاخر هو صمم اه دي بقى مقدرش اتكلم معرفاش يعني مقدرش كان فيه رفض ولا لا بس هو على كلام بقى ميستر كولر انه مفيش رفض ما انتا قلت فني طب هل هو فني ولا كان فيه رفض وهو صمم ما دي الحاجات بصراحة معرفاش هو انه يعني هما على فكرة مش عيب ان احنا نطلع نقول الصراحة على فكرة ايه المشكلة خلينا تكلم كابتونات برضو فيه بعض الاوقات بيحاولوا ان يبقى فيه محافظة مش مشاكل انا مش عايز هقولك على حاجة بداية دي ما اسمهاش مشاكل على فكرة ليه لان انتا النهاردة العلاقة اللي بيني وبينك هي اللي بتباين على فكرة للناس من غير ما تقول دا حيا فبلاش تقول كلام محسوب عليك عجلا عجلا هتباين بلاش تقول كلام محسوب عليك يعني ايه انتا ممكن تقول انه فني وهو مش فني فمع الوقت يبان انه مش فني طب انتا قلت فني ليه هو مش عيب ان جهاز فني يقول ان كهرباء سابنا في وقت صعب او حاب يستغزم في وقت صعب او موضوع الفرح ده هو مش توقيت يروح لاخته بس برضو كان ممكن يعني هو عارف توقيت المباراة فكان ممكن يحط التوقيت في وقت تاني او هو الكلام اللي بتقال ان كان يعني التوقيت ما كانش تقريبا فيه حاجة حصلت فالمعاد بقى جيه في وقت صفر يعني وانت عندك الوقت صعب ماتش 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 برضو صعب لان انت كنت رايح لو قالت عادل او خسر لقدر الله لا كانت الامورة تبقى صعبة ده حقيق لو كانت الامور طبعية ما كانش هيبقى فيه مشكلة تمام اه فعادي ان انت تقول عادي ده ما هيبقى غلط مين كهرباء هل احنا عايزين نعمل مشكلة لا مش مشكلة نعمل نتكلم في مواقف معاكم مش مشكلة اه فعادي طيب وهو دلوقتي خلاص احنا بعيدنا عن موضوع كهرباء ما هو اكلم برضو شايف ان كهرباء ممكن ميبقاش برضو موجود فماتش الهل والزمالك اللي جاي ما هو ده بقى هيبقى ما ده تأكيدا وانا بقول لك هو تاني هيبقى تأكيدا ان الموضوع مش فني لان انا وانت عارفين والناس كلها عارفة لو هو فني كهرباء مي مش هيقعد مش هيلعب اساسي هيبقى موجود تفهم معاكم تمام موسيقى